عود لكم مرة أخرى عزاء المشاهدين ما يميز شاعر عن الآخر هو الأسلوب وأيضا طريقة الإلقاء وفي تلك الفترة من العام أو هذه الفترة انصح التعبير التي تحتفل بها دولة الكويت بذكرى العيد الوطني وأيضا العيد التحرير تكثر الأنشطة التي تجسد حب الوطن ويعبر فيها كل مبدع عن حبه بهذا الأسلوب اليوم باسمكم عزاء المشاهدين نستقبل معنا بيال استوديو الشاعر محمد دريويش حياك الله أستاذ محمد والساعة المباركة الله يسلمك وسعدنا طال عمرك نكون وياكم ضيب قناة المجلس وياك طال عمرك الله يسلمك طال عمرك أعتقد أنه عندنا في مقطع شعري وهذا المقطع جدا جميل فأنا بنشوفه ونشوفه مع سادة المشاهدين وراح نرجع نتكلم عنه بالفعل يعني اللي يسمع هذا الشعر يعلم جيدا أن هذا الشاعر عشق الشعر منذ نعمة أظفاره هو أيضا تميز بإتقان جميع ألوانها أو شيء صح حزانك على هذا صح بدانك طال عمرك الله يسلمك الله يسلمك من متى بلش اهتمامك ولعك بالشعر؟ والله حنا مبدئيا كنا نكتب تقريبا من 2009 إلى 2010 بس تجاهنا إلى النشر تقريبا من 2013 بأصبوحات الشعرية بجامعة الكويت وشاركنا في فبراير الملتقاة تقريبا طيب دائما نسأل هذا السؤال للشعراء يعني للأمانة في بعض الأجوبة تتفاوت ولكن إذا قلنا أن الشعر موهبة صرفة موهبة ولا ممكن أن الواحد يتعلم الشعر ويتعلم كيف ينتقي المفردات ولا هي ملكة عند الإنسان الله حنا عندنا الشعر تقريبا وراثة بس الشعر الحين ترى يعني موهبة هو وزن وقاف تبني عليه أكيد وتكملها عليها بس أن هي الأفكار تطور الأفكار والمعاني وكثرة القراءة كثرة ما تقرأ تطور المعاني كثرة القراءة نعم يعني نقدر نقول أنها تكون موهبة عند الإنسان ويقدر ينميها نعم يطورها يطورها يعني موهبة بس أنك لازم تطورها إذا ما تطورها راح تبقى أفكارك أفكارك أكيد طيب نتكلم عن المسابقات الشعرية الأصبوحات والأمسيات هل سبق لك أن شاركت في هذا المجال نعم شاركت 2016 بتجمع حل فبراير بكلية ثلاثاب ممتاز و2015 بهل فبراير على أحد القنوات بهل فبراير وغير الملتقات الشعرية وغير الاستضافات التي طلعتها القنوات نحن في شهر فبراير نعم شهر العياد نعم أكيد عندك شيء مزهبة ويعني يلي تخصنا وتخص أيضا السادة المشاهدين بهذه الأبيات إذا تقول لنا نعم إذا الواحد أو شيء الله يعيد علينا وعليكم الله يحفظ الكويت إن شاء الله من كل مكروه وهذه قصيدة وطنية الواحد إذا ما كتب حب الوطن متى يكتب أكيد أقول بسم الله البادية بابدي وابتدي خلاق الأنفس عالمين في حالها رب المليك الكون إلهي واحدي نرجيك في يوم من يهول أهوالها ومن بعدها سلام كالعطر الندي أعداد ما هل المطر همالها وعدد ما بانس هيل مع نجم الجدي وعد البروق اللي يلوح خيالها ويكويتنا وين عاد عيدك عيدي بأيامها وسنينها وليالها واستبشري يا دارنا واستشهدي بالفرحة هاللي في عيوننا أطفالها ولا ربة الأعلام غني وسعدي من نورش الأنوار لفت شالها الشعب واحد كالأصابع في اليدين متماسكين من الفتن وشكالها في ظل ابو ناصر برأيها نكتدي قايد مسيرتنا وهو ظل ظلالها ولي عهده لعضيده ومسندي حكيم رايو للصعب حلالها حن حماة الدار وكعامة العدي ترخص لها روحي وروحة أبطالها من الخليج الشرق خلفه لحمدي وطرافها مع غربها وشمالها ويا كويتنا وين عاد عيدك عيدي بأيامها وسنينها وليالها واختامها صلوا على خيره النبي المصطفى اللي عمناه في رسالها صح لسانك صح ابداك لا يوجد أجمل من الأبيات في حب الوطن نعم سيد محمد يعني مرة ما يخالف خلنا نرد نسأل مرة هل بالفعل إلقاء الشعر يساعد على جذب المستمعين المشاهدين يفرق بين شاعر وشاعر طريقة الإلقاء الحركات حركات الجسم الإيد تفرق؟ أنا أقول سبحان الله الجمهور رحبا من الله إذا حبك الجمهور رح تبدع والإلقاء يبدع يعطي القصيدة جمالية والحفظ حفظ القصيدة يعطي جمالية والتوفيق من الله سبحانه عز وجل أكيد أكيد أيضا في الفترة الحالية تشوف أنت بما أنك من الشعراء الشباب أيضا تشوف فيق بال من الشباب على هذه الألوان من الشعر بال الشباب على الشعر بشكل عام فيق بال؟ ما شاء الله يعني برامج السوشال ميديا طلعت المبدعين يعني قبل ما كنا نطالح من القنوات التلفزيونية أو شيء السوشال ميديا يعني ما شاء الله تشبعنا من كل بيت تسمع تأجمل من البيت الثاني حتى و أنا في الطريق قبل شوي سمعت لي بيت شعر والله بيت جمال يعني ما شاء الله و من شباب والله من شباب ما أدري من ومال بعد حتى كاتبينه بالتويتر ما ما شاء الله كل بيت تسمع تقول والله يا أخي شل جمال هذا يعني تويتر و استجرام والسناب شات بين المبدعين نعم ولا ضد الاحتكار طيب هو ضد الاحتكار ولكن في ناس يشوفونا بطريقة ثانية سيد الحمد نعم لا شك يعني فيها السلبيات والإيجابيات أنا أقصد فيما يخص الشعر يقول لك الحين كل الناس أو في أغلب الناس يقولون أنه في بعض الشعر نعم هو ما عنده أبسط أساسيات القاء الشعر الوزن وهذه الأمور اختيار المفردات ولكن تشوف أنه عنده إقبال وتشوف أنه يتكلم بوسائل التواصل موهبة حب الجمهور حتى لو ما كان عنده لا أشوف نعم إذا نتدخل والله ما أنا الشغلات هذه ما أتدخل فيها لأنني لم أدر عن الشي هذا فأقول يعني الشخص المبدع يبقى مبدع نعم 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 قبل والله كنا نشارك بالصباحات والقنوات التلفزية ما كنا نعرف برامج السوشال ميديا أكيد يعني صعبة تطلع قصيدك أحين ما شاء الله بسرعة تطلع وتنتشر تنتشر وزين على قولاتهم يفرض نفسك نعم أكيد ما يحتاج أي أكثر الألوان الشعرية اللي تمين لها والله جميع البحور أنا أحب وأحب قصيد الموقف وأنا أقولها بكذا برنامج القصيدة اللي أكتبها مو من خيال من عندي من واقع من واقع من واقع أنا الخيال ضد الخيال تأخذها من من واقع أنا أقولها أنا بجميع مكان أقول أنا ضد الخيال لأنني أحس أن الخيال ما أمر بصراحة أكتب قصيدة خيال ما راح أبدأ فيها ممتاز في الواقع طيب خلنا نشوف هذه القصيدة ونرجع لك مرة ثانية الود ودي هو البع المنام إلا على صوتك وضحكة شفعتك حبك حكمني وصبح القلب منظام الله يسامح يا حبيبي غلاتك صحيح صحيح الله يسلمك الله يسلم يعني أيضا هذا يعني ما هو سر ولا يخفى على الناس ولكن أنت ما شاء الله شاب وأيضا كنت نقابي سابق صحيح نعم أنا كنت نقابي سابق بالتطبيقية هذه العاملة التطبيقية أكيد وكنت قبلها بعد مذيء مذيء برنامج الشخصيات كنا عبره اليوتيوب أنا أقول لك الأرزاق بيد الله سبحانه قبل اليوتيوب ما أحد كان يضحى فما مشهيره طيب العمل النقابي أكيد ضافل الشخصية الكثير نعم وصقل بعض الجوانب في الشخصية لكن هل هذا يعني أخي نقول صار مثل إلهام أو حافز تستخدمه الآن في الأشعار خصوصا أنت لك بعض الأشعار عن القضايا الهامة وعن الشباب وعن الحالة الواقعية مثل ما تفضعت صحيح أنا عندي موقف ضمن القصايد يعني في برنامج اسمه زد رصيدك في المملكة العربية السعودية نعم يستضيف المبدعين فأنا أبارك حق أخوي الشاعر محمد جار الله السهلي بحصولها سادس شخصية مؤثرة بالسوشال ميديا بالكويت وأول شخصية بالشعراء والنبط الشخص هذا ممكن يخفيكم أو يخفي الجميع الشخص هذا سوى عمل خيري يستحق الشكر أكيد أعلن الله لا تربطني في علاقة شخصية لكن استضافه في البرنامج فكان فيه مبلغ مالي كامل 90% وهو كمله 10% لكن 10% ليس مبلغ سهل مبلغ كبير مبلغ كبير والله يجعله فيه ميزان حسنات وهو لا سوقه بحسابه الكثير يعلم أن الشخص هذا المتابعين فوق مليون نعم فيستحق قصيدة أنا كتبتها فيه سراحة أقول يهزني حلم الشباب اللي يغدا مثل السراب ويغيظني يكسر العيون الآملة والطامحة الحلم حق ولنسك الحلم حق ولنقفل دون الأمل سكة وباب والله ولي عالمه جهد اليدين العاملة في كل يوم نعيش نغني بلحنة الاكتئاب نفرح ولكن ضحكة الأيام ما هي كاملة وانقلت لي ليه أقول شب وياي وش كبره مصاب لعادي عذر صانعين لجي الخطة شاملة تقدم الدولة يجي دائم سبب عزم الشباب واغلب حكومات الدول عن عزمهم متخاملة جاء بين الأحلام الكبار الواقع الحال الضباب والواسطة لازم معك وتصير أي معاملة وقفت يلي ما قفك دائم على روس الأخباب يلي معه للطيب طيب والبلالة الطاملة عن قدت يا محمد بعرف وسكت وكملت النصاب ولك ما قف ان كل يصبق له وكل قام له في زد رصيدك شفت كيف تشال وتزال الصعاب وبرهنت للعالم مواقيف الرجال له الصاملة وشفت المذيع اللي يسجد لله بعد سمع الجواب وشفت الفقير اللي ينشرح صدره وغنى زاملة لله درك بن جار الله بعد ذاك الخطاب ولله درك بن جار الله بعد ذاك الخطاب بالله يبيض وجه منه فزعته متكامل ولله درك يا محمد يوم داويته الصواب يوم أغلب العالم لفعل الخير جدته متخامل ومنته بعود ان تلك رم راسلها رم سمح الجناب ويشهد علي يلاه بقولي دون اي ام جاملة نعم بعيني شبتي منه مدها مثل السحاب بصدق من المزن الحقوق بكثر ماهي حامل ويلاه عسى يمنى تمد الخير ما تلقى العذاب يسعد عين اللي محمد فزعته وحزامله صح لزانك صح لزانك الله يسلمك بالفعل يعني هذه تجسد الواقع نعم أنت اليوم قاعد تتكلم عن أشعار مستنبطة ومأخوذة من الواقع نعم محمد وين من الشعر باللغة الفصحة ولا مو صورة شعر الفصحة أنا ما أتتطرق لها لكن لا بد أني أستبتاله واسمعه وعندي أحب القصيدنا فأطلا أنا لم أتميز بالشيء هذا أكيد طيب يعني أسألناك عن الألوان مساحة أكثر الألوان الشعرية والبحور أنا أكتب تقريبا جميع البحور أكتبها بس أرتاح لك هذا بحر والقصيدة هي التي تبدأ البحر هي التي تبدأ البحر أكيد الشعر العاطفي وأغلب الشعر يقول لك لا يوجد أحلى من عاطفة الوطن فنكتب في عاطفة الوطن الآن ولكن محمد هل يكتب أشعار العاطفة يعني غير الوطن يالله لك الحمد أنا كتبت كذا قصيدة وقصيدة الوطنية التي قبل شوية حصلت عليها مركز الأول من شاء الله بالكويت وعلى بالجامعة الكويت فهذا يعني لإنجاز كبير فالغزة الواجد يعني أنا قلت لك ياها قبل أكيد ولكن العاطفة العاطفة عاطفة الوطن نعم حب الوطن هو أجمل شيء يعني الواحد إذا ما كتب في فبراير وبالمواقف هذا هو حب الوطن اللي يبين للشخص بيلك الشخص وحب المواقف الرجال يعني يعني أنت فرح يعني مثل هذا شاعر من الكويت ويسوي عمل خير ويأخذ المركز هذا يعني نفرح لحنا كالشعار أكيد نسأل الله لها التوفيق عز وجل أكيد التوفيق إن شاء الله محمد دمين اسمع شيء وطني بعد وطني أنا وطني أنا قلت القصيدة اللي قبل الشريك حبيت أني أقدم جديد وهذه قصيدة ثانية اي تفضل أقول من البداية تبتدي هالقصيدة وما تنتهي إلا على أجمل نهاية ما من يعادة لو نوينا نعيدة الحب مرة وانتهت هالحكاية صحف ترقنا والقضاء ما يريده بيصير لو نفسك طريق الوقاية بسلمهم أني كنت مع قصيدة من البداية لين بيك النهاية الله الله صح لزانك يا محمد محمد إذا في هناك رسالة تحب توجهها للشباب اليوم واللي حابين الشعر ويبون يدخلون في هذا المجال شنو رسالتك لهم بما أنك أنت أنت ما شاء الله اليوم وتمرز في هذا المجال أنا أقول نسأل الله لهم التوفيق والمبدعين واجد وأنا بالعكس أنا أبقى تلميذ عندهم فهم أخوان الشعار المبدعين ونسأل الله لهم التوفيق أزا وجل والله يوفقهم بهلف براير و جميع المشاركات الشعرية فأنا ما أميز نفسي عنهم هم المبدعين الله يسلمك محمد راح نشوفك إن شاء الله تمثل دولة الكويت في الخارج عمل قريب الله يساك خير أنا سراحة للبرامج هذه يعني أقول إن شاء الله بالخطوات القادمة والكويت مثل نفسها بالأعمال الخيرية و كل عمل خيري نحصل الكويت يلا لك الحمد جميع الصدقات و جميع الأعمال الخيرية الكويت لا شاعر ولا غيره ولا أي أحد و يكفينا أنه يعني ما عقب الشاعر محمد جار الله الأول على الشعراء والنبط هذا إنجاز الكويت هو يستحق بالفعل أمحمد أو الشاعر الأستاذ محمد دراويش قواك الله سيعطيك ألف عافية و منها للأعلى إن شاء الله والله يوفجك إن شاء الله يستدخل خطائك الله يسلمك إن شاء الله الله يسلمك و نشوفك في أعلى المراتب وتمثل الكويت و ليس лишь داخل الكويت و تمثلها أيضا في أعلى المحافل الدولية إن شاء الله الله يجزيك خير كل الشكر للشاعر محمد دراويش على حضوره معنا في الأستوديو وأيضا خصنا بهذه القصائد في حب الكويت فاصل وراجع لكم